أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل القانون الضريبة على الدخل مشرين إلى أن ذلك في صالح المواطن محدود الدخل تعدلات المنظورة اليوم كانت على القانون 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل تعدلات مهمة جداً أهمها ما يتعلق برفع حد العفاء الضريبي ده تنفيزاً لتوجهات القيادة السياسية ومن ضمن حزمة الحمال الاجتماعية لأن ما سيتم دفعه وسداده من الموظف بعد تطبيق هذه التعدلات أقل من ما يقوم بدفع حالياً سيستفيد منها معظم العاملين في الدولة دول حوالي 5 مليون موظف التعدلات الثانية المهمة هو ما يتعلق بالحد من حالات التهرب الضريبي لأن التعدلات نصت على منح 10% من قيمة فواد التأخير والغرامات سواء للموظف أو المواطن الذي يساعد في ضبط حالة من حالات التهرب الضريبي ثلاثة التعدلات المهمة هو ما يتعلق بمنح 5% خاص من قيمة الضريبة لمن يلتزم بالفواتير الإلكترونية من الموالين التعديل اللي مقدمة الحكومة فيه إيجابيات كثيرة جداً الحمد لله يعني ولا تمس المواطن بأي شكل من الأشكال خاصة المواطنين محدود الدخل ومتوسط الدخل بالعكس هي فدتهم لأنه رفع حد الإعفاء ل36 ألف جنيه ودي حاجة إيجابية جداً بالإضافة إلى الحقيقة استحداث أو هو كان موجود الحقيقة في القانون السابق مجلس أعلى للضرائب والحقيقة ما كانش بيجتمع يمكن بقاله 13 سنة لم يجتمع ولكن التشكيل الحالي اللي جا في التعديل بيساعد على اجتماعه وأيضاً بيتمهمه ومهم كويسة جداً لأنه بينظر في التماسات وشكاوى الممولين ومن الممكن يفحص هذه الشكاوى من خلال لجان وينتهي إلى رأي في التسوية المطلوبة لهذا المول